موسيقى شهدت مدينة بنغازي منذ يومين انتشارا مكثفا للدوريات الامنية على المفترقات وشوارع الرئيسية جاءت عقبة هجوم عصابات المفتي المعزولة التبعة للرئاسي غير الدستوري على منطقة الهلال النفطي هذا الانتشار يأتي ضمن الخطة الامنية التي وضعها مدير مدرية امن بنغازي العقيد صلاح هويدي بعد الجمع الصباحي الاسبوعي لاغسام المدرية وتضمنت الخطة تقسيم مدينة بنغازي لخمسين مربع بوقع خمسين دورية بدأت منذ ساعة الصباح الاولى باجراءات التفتيش على السيارات وازالة الجزاج المعتم ومخالفة اي مركبة لا تحمل لوحات معدنية تأمين المدينة يستمر حتى ساعات المساء يبدأ خلالها رجال الامن من الساعة الثانية ليلا حتى ساعات الصباح الاولى في اعداد قوائم واسماء كل من ينتقل من داخل وخارج بغازي وتحديد اماكن توجههم على نشر عدة دوريات في ضواحي المدينة هذه الاستقافات داخل هذه المدينة واستقافات مشددة داخل هذه المدينة وايضا بعد الساعة الثانية صباحا يتم اعداد كشفات خلال الاستقافات يتم تدوين كل من هو يتنقل داخل هذه المدينة في نموذج من مكان خروجا مكان منتقل اليه لعدة الامور داخل هذه المدينة ايضا تم وضع رتلين او تشكيل رتلين ليخرجون في ساعات الصباح الاولى بتحديد ضواحي مدينة مغازي هذا رتلين كما قلنا مكلف بها ضابطان برتب عالية هدفهم ضواحي مدينة مغازي استقافات مفاجأة وايضا عن طريق اعداد تحرية تم اعداد قوائم للمطلوبين داخل هذه المدينة من منهم لديهم قيودات امنية خوفا لأي او طاري داخل هذه المدينة تم ضبط العديد منهم الان تقايمون على هذه المعلوميات المواطنين داخل المدينة اشهدوا بجهود عناصر الامن على الاجراءات الامنية المتبعة مؤكدين استقرار الوضع داخل بانغازي بعدما روج من قبل ضعف النفوس والخلايا النائمة حول عدم استقرار الوضع المعيشي والامني وافتعال الشائعات الحمد لله شوات حكي في بروحك الامن الحمد لله وان شاء الله ديما من احسن لا احسن وليديره في الاشعاد اضم ناس تعبان امرضة اضم ربي يفرج عليه الان داخل مدينة بنغازي الوضع الحمد لله بعدين هذه عبارة عن بعض الزوبعات او بعض الحركات البسيطة اللي يقوم بها المجموعات المارقة المجموعات الخارجة على القانون فانتمنى من الله العبي القدير ان يحفظ ليبيا بالكامل والحمد لله كيف ما تشوف فينا قديم في شارع دبي ومدينة بنغازي وتوى جيتي ممنطقة بوديمة الامور الحمد لله في كل المفترقات تحت الكباري عص مفروات موجودات دوريات الامن ويحطوا في مرجى هادم يعني رجال القوة المسلحة والشرطة لتثنيهم اشاعات الارهابيين والخوانا عن مواصلة الدفاع عن الوطن وبدل الغالي والنفيس في سبيل اعلان كلمة الحق وحتى ينعم ساكنه بالامن والامان ربي منصوري ليبيا الحدث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة